تفسير رؤية الجن في المنام من رأي أحد الأشخاص الجن في الحلم دل ذلك على أنه سوف يكون على موعد لمقابلة أهل العلم وسيصاحبهم رؤية الجن في المنام تدل على كثرة الترحال والسفر بحثا عن العلوم والمعارف من رأي أنه قد تحول إلى جن شرير دل ذلك على أن للرأي من الأشخاص المحيطين به يرمز تفسير حلم الجن لابن سيرين إلان الرأي عليه الحذر من كثرة اللصوص الذين يحاولون سرقة بيته وإلحاق الضرر به والنيل منه رؤية الجن في المنام تشير إلى الشخص الماكر الذي يحترس منه الناس لشدة ذكائه وحيلته رؤية الجن في المنام إذا ما كان الرأي صالحا أم فاسدا فإذا رأى الجن وكان من الصالحين دل ذلك على انشغاله إلى الدائم بذكر لله وأداء الفرائض لكن هناك من يحاول إبعاده عن هذا الأمر وتشتيت تركيزه ترتبط رؤية الجن في المنام إن الرأي طالحا أو على درجة بسيطه من الصلاح فهذه الرؤية إنذار له بضرورة التقرب إلى الله والإكثار من ذكره وذلك ليكون محصنا ضد أي شر أو قوي سحرية إن رأى شخص ما أنه يعلم الجن أيات القرآن فهذه للرؤية تدل على المكانة للرفيعة للرأي وإتلاء المناصب المرموقة من رأى الجن يسير خلفه فذلك يعني أنه مراقب من أعداء مأكورين يحاولون استمالة قلبه لطريق الغواية وينشرون في حياته جميع الشهوات والمباهج لكي يسقط في بئر الدنيا إذا رأى شخص أن الجن نزل عليه نزل إلى ارتكاب الذنوب وفعل المنكر والوقوع في الفخ المدبر له أما في حال رأى الحالم شهابا حارقا يلحق بالجن فهذا يشير إلى صحة معتقده وقوة ديمه وصلاح حاله وشأنه